موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين ورحمة وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من نافذة على مصر واصلت طائرات التحالف العشري غاراتها في اليمن لليوم الثاني على التوالي ضمن عملية عاصفة الحزم بمشاركة مصر يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه شرم الشيخ القمة العربية السادسة والعشرين التي تأتي في ظل ظروف تعيش فيها المنطقة أزمات كبيرة وقد هيمن الملف المصري على الاجتماعات التحضيرية للقمة التي ستفتتح غدا السبت وفي شأن مصري آخر تواصلت المظاهرات المنددة في الانقلاب العسكري في مصر والمطالبة بعودة شرعية المتمثلة بعودة الرئيس محمد مرسي كما يكتنف الغموض مسار العمليات العسكرية في سيناء التي يقوم بها الجيش المصري فيما يكتنف أيضا الغموض اتفاقية سد النهضة التي وقع عليها السيسي في الخرطوم ونتائج زيارته لأثيوبيا والتي وصفها البعض بأنها تفريط بحقوق مصر المائية مشاهدين أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ مازن مختار المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية أرحب بك أستاذ مازن لو بدأت معك بالمشاركة المصرية بالهجوم على الحثين في اليمن يعني كان هناك غموض في الموقف المصري موقف السيسي وزير خارجية أعلن شيء ثم نفي هذا الكلام ثم أعلن عن المشاركة المصرية كيف تقيم هذه المشاركة؟ وبالطبع من المفارقات أن الحكومة المصرية هي الآن تعمل لمساعدة رئيس منتخب وحكومة منتخبة وهي نفسها قامت على انقلاب بالتأكيد العملية في اليمن هي خطوة إيجابية لأن ما يفعله حوثيون في اليمن هو تدمير لليمن فهي خطوة إيجابية ولكن دور مصر فيه بالنسبة لي هو دور غامض هل هو المقصود منه الريادة ولا المقصود منه معاونة حليف أو معاونة سعودية وأظن أن الأيام القادمة ستبين أكثر ما السبب الحقيقي لاشتراك مصر في هذه العملية السيسي كان قال في حديث شهير له مسافة السكة هل بدأ يطبق هذه النظرية؟ السيسي له أقوال كثيرة فنحن حسبه على كل كلمة بيقولها إلا سيطول الحديث على كل حال مصادر صحفية ودبلوماسية تحدثت عن أن السيسي أبداً زعاجه بسبب إعلان مشاركة مصر دون مراجعته أو دون التنسيق معه وقد قيل بالفعل بأن السيسي أو مصر لم تعلم بالعملية هل هذا يشير إلى موقف ما من قبل الدول المتحالفة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية طبعاً تجاه السيسي؟ هو يشير إلى أن دور مصر الريادي قد تراجع وهذا التراجع بدأ في الثمانينيات سواء الدور مصر الريادي على مستوى السحل العربية أو السحل الأفريقية أيضاً فهو تراجع كبير فأصبحت مصر تابعاً لسياسات دول أخرى فمع أني بالتأكيد أتمنى للعملية النجاح وأتمنى للجايس المصري النجاح في هذه العملية ولكن نرى توابع أن مصر عزلت عن ريادة ولكن المشاركة في هذه العملية ألا يمكن أن تؤدي إلى أن تستعيد مصر دورها القيادي في المنطقة والله لو كانت مصر هي التي بدأت أو بدرت من الممكن ولكن في الحقيقة هي مبادرة سعودية بالدرجة الأولى فممكن أن يكون من توابع هذه العملية أن يزيد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ما أظن أن هذه العملية بهذه الطريقة هي التي ستعيد مصر للريادة إلا أن يحدث تغيرات كبيرة إذن بهذا المعنى أصبحت مصر هي تابعة ربما وملحقة بمشاريع أو بقرارات الآخرين هل هذا يتناسب مع حجم مصر التاريخي ودورها التاريخي؟ بالطبع لا يتناسب وبإذن الله أدعو الله أن يكون أمر مؤقت ولكن لا تناسب لا مع وزنها ولا مع تاريخها ولا أقصد بذلك الانتقاص من دور السعودية فهي دولة كبيرة أيضا ولكن هناك دول مثل مصر ومثل السعودية وضعها الطبيعي أن تكون لها ريادة وهي الدول التي ممكن أن تؤثر التأثير الكبير على باقي الدول في المنطقة وأنا أقصد بذلك التأثير الإيجابي طيب يعني من قلت أنت بأنه منذ الثمانينات بدأ تراجع مصر عن دورها في المنطقة وقيادتها للمنطقة ما هي أسباب هذا التراجع ومن المسؤول عنه يعني أنا ممكن أقول تكهنات طبعا أفضل دائما أن أتكلم بحقائق لو تسألني عن أراء أو تكهنات فأنا أرى أن هناك كانت ضغوط على مصر منذ الثمانينيات لا أسباب كثيرة لأن مصر في الحقيقة ليست صنعت قرارها وهي ليست أقوى قوة فاعلة في المنطقة فهناك كان كيان صهيوني موجود في المنطقة هناك تأثير أمريكا موجود في المنطقة وهناك أيضا دول منافسة في المنطقة فحسني مبارك اختار أن يمشي مع التيار وهذا ما رأيته ولكن إذا مشيت بالحقائق ورأيت الحقائق كل ما أستطيع هو أن أحلل الواضح أن مصر اختارت أن لا تكون في الريادة كان حسني مبارك بيقول كل أوراق اللعبة مع أمريكا إذن فهو راضي أن يكون نتعب عنه غيره والسادات من قبله قال بأن 99% من أوراق اللعبة بيد الملايات المتحدة ولكن اليوم برأيك ما هي دوافع السي سي للمشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن هناك دوافع قوية منها دوافع مادية ومنها أن يكون لمصر نوع من الدور يعني مصر هي الدولة أو من أقوى الدول التي ممكن يكون لها دور في نجاح هذه العملية وأظن أن الجيش المصري ممكن أن يفعل شيء في اليمن ولو أن المغامرة السابقة في اليمن لم تبقوا بنجاح ولكن هذه المرة لا أظن أن السعادية ممكن أن تنجح في تغيير الوضع في اليمن مجرد من ضربات فهو في أمل كبير معاول في تعويل كبير على الجيش المصري في هذه العملية يعني السعودية لم تدعو مصر إلى المشاركة في هذه العملية وإنما ألحقت إلحاقا مصر في هذه العملية هل تعتقد بأن مصر ستعتمد على قوات مصرية ونحن نعلم بأن السيسي كان له علاقات مع الحثين قبل بدء العملية بأيام أظن هل ستثق السعودية بالسيسي لتدفع بقوات مصرية إلى اليمن التحالفات في هذه الأيام تتغير بين ليلة العشية وضحاها فهذه التحالفات تتغير بسهولة السيسي يبحث بأي طريقة عن شرعية لون من أنوان الشرعية نوع من أنواع الشرعية وأي شيء يضفي له نوع من الشرعية لا أظن أنه سيتعد عنها أظن أنه سيرجي ورائها هذه العملية تأتي في الوقت الذي ستنطلق فيه غدا القمة العربية يوم السبت القمة العربية في شرم الشيخ وطبعا برئاسة مصر وأنت تحدثت عن الشرعية هل يعطي مشاركة مصر في عمليات عاصفة الحزم واستضافة مصر للقمة العربية هل يعطي السيسي شرعية عربية ودولية ربما فلنقل محاولة لأن يضفي على نفسه الشرعية أنا موقفي صريح هذا انقلاب دموي لا شرعية له مهما فعل لا شرعية له لأنه جاء على الدباب ولكن هناك محاولات مستمرة لإضفاء الشرعية على هذا النظام على هذا النظام الدموي الذي قتل شعبه ولكن هي محاولات فإذا قلنا أن العملية في اليمن لا أظن أنها ممكن أن تضع مصر في الريادة ولكن عملية القمة ممكن تكون محاولة لأن تضع مصر في الريادة فهي التي تستضيف رؤساء دول كثيرة وفي نفس هذه القمة هي فرصة أن يكون لمصر تأثير إيجابي على السعودية ومساعدة للسعودية فيكون لها يد على السعودية محاولة لتقديم للشعب المصري نوع من الإنجازات بعد عامين أو قرابة عامين من الانقلاب لم يقدم إنجازا واحدا ولا انتخابا واحدا باستثناء العملية الهزلية التي انتخب فيها رئيسا ولكن كبرلمان نحن ننتظر البرلمان كإنجازات ننتظر الإنجازات فليست هناك إنجازات فهي محاولة أيضا أن يقدم إنجازات للشعب المصري شوف ده قمة كبيرة وحتيجي فلوسه وحيبقى فيه استثمارات هذا هو الأمل الشرعية مع احترامي طبعا ليست أنا ولا أنت نعطيها بالطبع ولكن السيسي يحاول كما تفضلت أن يأخذ الشرعية بأي طريقة ولكن نحن أمام أمر واقع انقلاب قتل محاكمات إعدامات بالجملة هو يفرض أمر واقع على الأرض والعالم يعطيه المجال على ما يبدو ما هو الثمن المقابل الذي يدفعه السيسي مقابل إعطاء العالم له شرعية كرامة شعبه هذا هو الثمن هو أنت قلت كلمة مهمة جدا قلت أنه ليس أنا ولا أنت الذين نطفي الشرعية الذي يطفي الشرعية هو شعبه نعم من خلال صندوق الانتخاب من خلال برلمان من خلال مؤسسات هو الذي يطفي الشرعية نعم ليس أنا ولا أنت وليس الجهات الخارجية ولكن إذا تحدثنا على الألوان أخرى من الشرعية شرعية الأمر الواقع فهو له هذه الشرعية هو أمر واقع وهو في الوقت الحالي متثبت من الحكم وهو في وضعي إلى حد ما قوي ولو أني أرى أن المظاهرات لم تنتهي بعد عامين وهذا شيء رائع نعم يعني أنا لم أرى مثله في أي بلد من البلدان الأخرى أن بعد انقلاب يمر الشهور وخلاص تنتهي الانقلابات نعم ولم يحدث هذا في مصر فأظن أنه يحاول بأي طريقة أنه يقدم نفسه أنه المخلص للشعب المصري وأن الطريق للأمام وأن ما سبقه كان كارثة على مصر وأنه هو المخلص يعني أستاذ مازي المختار الحقيقة بعد الربيع العربي كشف الكثير من الحقاق التي كانت غائبة عن الكثير من الناس يعني ربما تبين اليوم بأن هذه الشرعية ليست شعوب ولا برلمانات تعطيها لهذه الأنظمة على مدى عشرات السنين الكثير من الأنظمة كانت شرعية على الأقل في الظاهر ولكن تبين بأن الشرعية هي من الخارج وليست من الداخل أليس كذلك؟ للأسف أظن هذا واضح وجلي نعم إذن اليوم كيف يمكن نزع هذه الشرعية التي تعطى للسيسي كيف يمكن نزعها منه؟ تاريخ الشعوب مع الحريات هو انتزاع الحريات انتزاعا وهي لا تأتي إلا بتضحيات أنا أؤيد بشدة فكرة أن الطريق إلى الأمام هو طريق سلمية وأنا لا أقصد أننا نبتعد عن السلمية إلى العنف بالعكس أنا أرى أنها سيكون كارثة كبيرة ولكن على هذه الشعوب أن تعلم أنها عليها أن تضحي والشعوب التي ربحت الحرية وكسبت الحرية كانت بعد تضحيات الشعب المصر الذي يضحي إلى الآن والذي يموت منه أناس إلى الآن والذي يشردون إلى الآن ويسجنون إلى الآن فهذه تضحيات ولن تذهب سدى فهي تؤثر يعني هي في استطلاع قريب منذ شهرين وجدوا أن الشريحة العمرية من صفر إلى 35 سنة أو من 15 إلى 35 سنة في غالبيتها ضد الانقلاب ومن 45 سنة فما فوق غالبيتها مع الانقلاب وما بين 35 سنة و45 سنة ممكن بعضهم مع الانقلاب وبعضهم ضد الانقلاب هذا مؤشر مهم معناها أنك عندك جيل وهذا جيل يتزايد لا يقبل بأن تنتقص الحرية التي أعطاها الله له رب الله سبحانه وتعالى في كتابه من سبع سماوات كرم بني آدم فهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحترم كرامة المسلم كرامة الفرد مسلم أو غير مسلم كرامة الإنسان علينا أن نحترمها فإذا كان الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم من مسلمهم وغير المسلمين علينا أن نحترم هذه فأي نظام لا يحترم كرامة الفرد هو ظلم غير طبيعي وبإذن الله سيأتي اليوم الذي ينهر فيه نعود إلى القمة العربية في شرم الشيخ وقبلها كانت القمة الاقتصادية التي طبلوا لها كثيرا وهذا الإنجاز العظيم اليوم بزخم تلك القمة يستضيف السيسيا القمة العربية القادمة إلى أي مدى سيستطيع أن يرأى بالصدع بينه وبين دول أخرى مثل دولة قطر مثلا مثل الجزائر ومثل تركيا أيضا علينا أن نكون واقعيين بالتأكيد أن تكوين هذه القمة هو تكوين إلى حد ما إنجاز أو فيه نجاح له كنظام وبالتأكيد أنه فرصة أن يتحاور مع هذه الدول وأن يمد جسور فأظن أن هذه القمة تعطي للنظام القائم في مصر فرصة لأن يحسن علاقته بهذه الدول ولكن يعطي أيضا لهذه الدول فرصة أنها تشكو إلى مصر بعد ما فعلته تجاه هذه الدول يعني كان الإعلام المصري لمدة طويضة وإلى الآن كان حواره أو كلامه عن قطر وعن دول أخرى لم يكن إيجابيا فهي فرصة أنهم يعبروا عن أنفسهم أيضا يعني كيف يمكن أن يصل إذا كانت تركيا مثلا تقف موقفا حازما تجاه الانقلاب قطر موقفها واضح وكان هناك مصالحة وواضح بأن المصالحة كانت على مضض ما المطلوب من السيسي لتقبل به مثل هذه الدول طبعا أنت تريد أن أجاب على سؤال ما المطلوب من القاتل لكي يرضي المجني عليه أو يرضي ما نحاوله والله أنا أظن أن اختياراته ليست كثيرة وهو ليس لديه ما يقدمه لا تاريخه ولا تكوينه ولا حالته وحتى لو هو قرر غدا أن يتغير نظام القائم كله في مصر لن يمشي وراءه يعني إذا هو قرر يتوب غدا فلن يمشي وراءه فما أظن أنه لديه كثير ما يقدمه أنا أظن أن موقف تركيا وموقف خطر هم موقف مبدئي وهو موقف مشكور موقف تركيا بالمناسبة ليست تجاه الربية العربي فقط ولكن هو موقف مبدئي لأي دولة عربية أو غير عربية إسلامية وغير إسلامية أنه يقف ضد الانقلابات ومع اغتيارات الشعوب وهذا هو نوع المواقف الذي أتمنى أن يتبنى كل حاكم يكون موقف مبدئي لصالح كل الناس ولكن يجب أن يكون الحاكم شرعيا أيضا هذه قضية أخرى لأن تركيا حكامها أتوا بصندوق الاقتراع فهم أيضا يرفضون أي انقلاب عسكري أتوا بصندوق الاقتراع ولكن بعد نظال طويل وانقلابات متكررة في تركيا فعلينا أن لا نتعجل الموقف في مصر أو في بلدان العربية الأخرى في الحقيقة ما يحدث في مصر هو حتى لو لم نقل أنه ربيع عربي ولكن في الحقيقة ما يحدث هو ثورة بطيئة في العالم العربي التغييرات التي حصلت منذ 2011 لم تنتهي ولم تفشل الثورة ولكنها لم تبدأ في بداياتها في الوقت الحالي يكون عندك صارت حاجة الخوف عندك جيل لا يقبل بالهوان يطالب بحقه هذا إنجاز وهذا الإنجاز الحقيقي للثورات العربية نعم إذن هي صراع طويل ولكن لدي سؤال هذه القمم كلها تعقد في شرم الشيخ هل تحولت شرم الشيخ إلى عاصمة مصر؟ من زمان الله يعني كان حسني مبارك مش عايش في القاهر لماذا؟ بعيدة عن القاهر وبعيدة عن الدوش ولكن هناك اعتبار هناك شيء رمزي أن تكون يعني اللقاءات والاجتماعات في عاصمة الدولة تعطيها يعني زخما أكبر من المفترض لماذا كان يختار حسني مبارك واليوم السيسي على نفس المنوال يبقى جالسا في شرم الشيخ؟ لا أظن أن فيها يعني أنا قلتها وأنا وأبتسم ولكن أقصدها أظن أنه مقصود أن لا تكون هذه الاجتماعات في القاهرة لأن لا تصبح لاست القاهرة الآن المكان الدافئ لهذه الاجتماعات الشرم الشيخ بعيدة ممكن أن تضع فيها الجو اللي أنت عايزه ممكن أنك أنت وهي قريبة من الجيران كلهم نعم فهي حلوة جدا تحت حمايتهم وعينهم نعم نعم إذن يعني اختيار شرم الشيخ لأنها أكثر أمنا وأكثر إمكانية للسيطرة عليها للسيطرة نعم أكثر إمكانية للسيطرة طيب بالانتقال إلى الاتفاقية المائية التي وقعها السيسي في الخرطوم وأعقبها بزيارة إلى أثيوبيا وخطاب في مجلس النواب الأثيوبي يعني كم طبعا هذا على أثر ما قيل كثيرا حول سد النهضة سد النهضة هذا كم فيه لو أردنا بداية أن نعرف كم فيه تفريط في حقوق مصر المائية هو فيه قضية أوسع من هذه بخصوص سد النهضة سد النهضة أمر واقع وهو أمر واقع لأن مصر كما أنها انسحبت من الساحة العربية فهي انسحبت من الساحة الإفريقية والساحة الإفريقية هي امتداد استراتيجي مهم لمصر مصر ليست من دول المنبع فهي في حقيقة حقوق مصر هي حقوق معتمدة على الحالة الأمنية في السودان والحالة الأمنية في أغندا والحالة الأمنية في إثيوبيا وفي بلاد أخرى وكان تاريخيا لمصر تأثير كبير على هذه الدول وعلاقات وطيدة مع هذه الدول ولكن أصبح دور مصر الآن دور صفر لدرجة أن أصبحت بعض هذه الدول دول المنبع لها تحالفات مع الكيان الصهيوني ضد مصر لغياب مصر من الساحة ففي الحقيقة القضية الأكبر هو غياب مصر من الساحة الأفريقية أدى إلى أن هناك أمر واقع ليس أمامك إما أن تقبل به أو أن تحاول أن تتعامل معه فأيام الرئيس محمد مرسي فكان لما أثيرت قضية سد النهضة فقام بمباشرة الحوار الوطني عن هذه القضية وماذا نفعل ولكن الآن لا يوجد حوار وطني في أي شيء في مصر وسخروا منه حينها بالطبع أي حاجة عملها مرشي وحش أي حاجة عملها لبعض كويسة حتى لو كانت نفسها وهو الأمر الواقع زي تعريف الإرهاب إذا فعله مسلم فهو إرهاب وإذا فعله غير المسلم فهو إرهاب صح؟ تعريف إذا فعله محمد مرسي فإذا هو غير مرهوب فيه ولو فعله نفس الشيء فهو مرهوب فيه والله فالقضية الأهم هل فيه تفريط في حقوق المائية لمصر مصر ليها حصة مائية فيه تعهدات دولية منذ عقود طويلة منذ مئة عام تقريبا تقريبا مئة عام وللأسف لغياب مصر أصبح قوة مصر على تحصيل حصتها أضعف مما كانت ولكن بالسد أو بدون السد إذا كانت مصر قوية ممكن أنها تطالب بحصتها حتى لو كانت بطرق إبداعية يعني أحد الطرق أن السد لا يحبس إلا كمية معينة من الماء وأحد الطرق أن السد يحبس الماء ثم يأتي الماء من إثيوبيا إلى مصر بطرق أخرى فهناك طرق للتعامل مع هذا الأمر ولكن يحتاج مصر قوية يحتاج حكومة قوية لإحترام في أفريقيا لها تواجد تنظر إليها القارة الإفريقية الإفريقية إنها دولة إفريقية وليست دولة غريبة عنها ساعتها ممكن أن نكون في موقف قوي ولن تأثير إيجابي ولكن الرئيس محمد مرسي كان له تصريح حينها قال بأن قطرة مياه تنقص عن مصر سيقابلها قطرة دم وحينها أيضا سخروا منه الكثير تحدث عن أنه لماذا لا تذهب الطائرات وتقصف السد وكذا واعتبروا بأن الرئيس مرسي ضعيف اليوم السيسي يقدم لأثيوبيا كل شيء ويطبّل له في الإعلام المصري كيف نقرأ ذلك؟ أهم مؤسسة لم ينجح الثوار في التأثير عليها هي المؤسسة الإعلامية أهم من القضاء وأهم من الشرطة وأهم من الجيش لأنها أثرت على فكر الناس الشعب المصري كله أو قطع كبير منه أو قطع كبير منه فهذا ليس إعلاما حرا ولكن إعلام موجه فالإعلام الموجه لا تتوقع منه حقائق ولا تتوقع منه أحيانا إعلام المصري ينشر أشياء مضحكة لما جريدة الوفدة المصرية تنشر على الصفحة الأولى أن أخو أوباما هو الممول الأول للإخوان عالميا وأن أوباما عضو في الإخوان من أيام ما كان في إندونيسيا لما كان طفل صغير نعم في مكتب الأرشاد وينشر على الصفحة الأولى أو أن هناك نفق حفر من غزة إلى الطاهرة وهذا ينشر على الجرائد المصرية وبعض الناس يصدقون فهذا إعلام موجه ونحن نريد إذا كنا نتكلم عن كرامة المواطن وحرية المواطن فجزء من هذه الحرية هو حرية التعبير حرية النشق وحقه أن يقرأ معلومات حقائق وليس خرافات نعم أنت ذكرت قبل قليل بأن سد النهضة أصبح أمرا واقعا ولكن هناك اتفاقيات دولية تحكم مثل هذه القضايا هناك اتفاقية منذ بدايات القرن الماضي بين هذه الدول لتقاسم مياه النيل ومصر لها حصتها هذه الاتفاقيات معتمدة دوليا ألم يكن هناك بالإمكان أن يكون يعني مجابهة على الأقل دبلوماسية تحكيم دولي ما إلى ذلك لماذا اختار السيسي هذا الطريق أن ينبطح ويوقع على أي شيء هناك قضيتان قضية السد غير قضية الحصة المائية فممكن أن يكون هناك سد والحصة المائية متوفرة وممكن أن لا يكون هناك سد والحصة المائية غير متوفرة فهذه هي قضيتان ولكن العلاقة بينهما أن السد هو الآلية التي تسمح بأحد الدول مثل إثيوبيا أنها تقفل حنفية أنها تمنع الماء على مصر فهذا المتجدد هذا الجديد بالطبع هناك معاهدات دولية ولكن سيكون إذا انتقلصت حصة مصر من المياه فسيكون هذا امتحان للإرادة الدولية وهذه إرادة دولية متقلبة وهي المضمونة فأنا لا أضمن غدا لأسباب سياسية إذا كان المجتمع الدولي سيؤيد تنفيذ هذه أو سلن يؤيدها والله أعلم ماذا سيحدث في المستقبل طيب أعود معك إلى الصعيد الداخلي تحدثت قبل قليل عن المظاهرات المستمرة منذ الانقلاب ولم تتوقف وهذا مؤشر كبير حقيقة وبنفس الوقت السيسي منشغل أيضا بحرب ضد تنظيم هلامي لم يعرف أحد من هو في سيناء ما هو هدف السيسي برأيك من خلال هذه الحرب هدف السيسي زي هدف أي دولة تحاول إشغال الناس بحرب جانبية سواء كانت حرب ضد الرهاب أو ضد عدو خارجي أو ضد عدو داخلي في وجود الحرب ممكن أنك تسير أي قوانين وأن تحد من حقوق الناس أنا لا أقول أنه ليست هناك دواعي أمنية في سيناء في الحقيقة منذ عام 1967 ومصر تتعامل مع سيناء تعاملا أمنيا وأهل سيناء لا يعاملون معاملة المواطن المصري وهذا أدى إلى حساسيات ومظاهرات والأسف عندهم بعض الشكاوى الحقيقية مثلما أهل النوبة عندهم بعض الشكاوى فالتعامل الأمني يؤدي إلى عنف مضاد وللأسف في الحقيقة هناك في سيناء عمليات إرهابية ولكن إلى حد كبير هي ردت فعل إلى تعامل أمني هي حرب هلامية وزي حرب بوش ضد الإرهاب هي نوع الحروب التي لها بداية ولا نهاية لا لا متى تعرف أنك أنا إرهاب متى تنتصر على الإرهاب فلا نهاية لا فهذا يسمح له أن يفعل ما يريد وإذا قلت أي شيء آه إذن فأنت تؤيد الإرهاب فأنا العلم لا أؤيد الإرهاب بأي نوع من أنواعه من أي شخص أو جهة أو حكومة وبالذات حكومة بأي نوع وإذا كان هذا الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المواطن أو ضد الإنسان البريء من أي جهة علينا جميعا أن نجابها حتى لو كان من جهة رسمية السيسي قام بعمليات في راه بالذات لو كان من جهة رسمية نعم أولا من جهة رسمية لأن الجهات غير الرسمية هي تقتل الأحد والعشرات والمئات والجهات الرسمية تقتل المئات والألاف وعشرات الألاف ومئات الألاف طيب يعني بعد أكثر من عام ونصف على هذا الإنقلاب حوالي عام وتسعة أشهر لا الإنقلاب قادر على كسر إرادة الناس الشعب المصري الثائر ولا الثوار في مصر قادرين أيضا على كسر إرادة هذا الإنقلاب المدعوم كما هو واضح دوليا وطرحت العديد من المبادرات لحل الأزمة المصرية يعني طبعا كل هذه المبادرات فشلت ما هي الآليات الممكنة للخروج من هذه الأزمة واستعادة عافية مصر هو هذا سؤال صعب هو في الحقيقة كل هذه المبادرات ليس فشلت هي فشلت ولم يقبلها أحد الطرفين فما أظن في الوقت الحالي أن المجال مجال مبادرات لأن لا أظن لا في هذا الطرف ولا هذا الطرف إرادة لمبادرة أو تسوية وهي في الحقيقة موقف أصعب من ذلك بكثير وأصبح بين الثوار وبين الحكومة دم وصعب أن تتحالف أو تتكلم مع القاتل لحماية شعبك فهي في الوقت الحالي معادلة صعبة وأنا لا أرى لها طريق إلى الأمام من خلال مبادرات أنا أرى أن المقاومة هي الطريق وأن يصر الشعب المصري يصر على انتزاع حقه في الحرية والكرامة في انتخاب ممثله وتغيير رأيه ما خسيرته مصر في هذا الانقلاب ليس الخسارة الحقيقية الكبرى ليست الرئيس محمد مرسي ولا حكومة قنديل ولا برلمان معين الخسارة الحقيقية هو حق المواطن المصري في أن يختار ويختار صواب أو خطأ ثم يغير ويصحح مساره إذن فيصبح هو صاحب القرار النهائي في بلدي ولكن المواطن المصري الآن ضيف في بلدي ولا حتى بتغير بعض المواقف الإقليمية تجاه الانقلاب وطبعا كما أن هناك مؤشرات سعودية بقيادتها الجديدة بتغير موقفها من هذا الانقلاب إذا ما تغيرت بعض المواقف وخاصة من المملكة العربية السعودية ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على السيسي للقبول بحل ممكن لطرف ثالث أن يضغط على السيسي لقبول بعض الحلول ولكن أنا لا أرى حل في وجود السيسي نفسه يعني مثل الحل السورية كيف يكون حل في وجود بشار فأنا لا أرى هذا الحل وفي النهاية القرار النهائي للشعب المصري ككل وليس لفرد واحد في الشعب المصري مازل مختار ولكن أنا لا أرى هذا حل في وجود السيسي في رئاسة مصر إذن في كل الأحوال يجب أن يرحل السيسي هذا رأيي نعم ومن الواضح أنه رأيي الثوار جميعا على كل حال أنا أظن ذلك وأنا أظن أن رأيي يمثل ابتطاع واسع من الشعب المصري نعم طيب سأتابع معك أستاذ مازن مختار المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية الأمريكية وسنتحدث بعد الفاصل حول دور الجاليات العربية والإسلامية في الغرب في دعم القضايا العربية ومنها قضايا الشعوب التي حدثت فيها انقلابات مثل مصر مشاهدين انتظرونا بعد فاصل قصير